في أرقام معينة يا جماعة هتجيلكوا على الموبايلات بتاعتكم ده بياخد من الرصيد بتاعتكم بيسرق الرصيد صح؟ ده الجديد ده جديد وده اللي عامة الشعب لسه محدش يعرفه فاحنا عايزون بقى لقول النهاردة انتبعوا ياهوة السادة في أرقام لو جات لكم على الموبايل بتسرق رصيدكم ازاي هنقول بقى النهاردة طيب أرقام يا أستاذ ماجدي اللواء 010 ده فيه رقم موبايل ده 010 ده كود شركة موجودة في مصر من أحد ثلاث شركات بس احنا لما نقول 010 لا مش ده 010 59 59 400 كده كويس 010 010 59 59 400 400 الرقم ده 10 أرقام مش 11 رقم والشركات في مصر هنا المفروض 11 رقم ازا رقمنا استاذ بيزاي برن علي فدي جهات خارجية بتعمل سيرفر وبتتصل عليك كأرقام عشوائية كضحايا أين إلكترونية بقى وأخذ منك الرصيد اللي عندك لو أنت بنظام الكرت لو أنت بنظام الخط وفاتورة بعد ما تيجي تدفع الفاتورة هتلاقي فيه مشكلة أن أنت تسحب منك رصيد كبير جدا من خلال اتصالك العكسي بـ 010 59 59 400 هو ده الرقم لا انتبهوا ياها السادة الرقم ده بيسرق الرصيد ولما تجي لك الفاتورة آخر الشرط بستعجي دافع مثلا 10 تلم جنيه أي رقم اه طبعا ما انت فيش لمت بقى وفيه رقم دولي حضرتك بالنسبة لدينا رقم دولي الكلام ده على مستوى مصر طب احنا دلوقتي قناة الحياة عالمية وبرنامجك عالمي فقلنا نقول بقى معلومة لكل العالم أن فيه رقم يكاد لو شفوا دلوقتي أنه كود أمريكي لكن احفظوا الرقم كل دلوقتي عندكه في الموبايل وأقولوا أن ده غير مرغوف فيه ده سبام ده تجسس أو أي حاجة الرقم ده بيسرق الرصيد على مستوى الوطن العربي كلام ده في منتهى الغرابة في سرقة الأرصيدة مش انتهاء خصية حسابات سوشال ميديا ده ده الجديد نحن نزلين نقوله النهاردة جديد اه فإحنا عشان نبدأ اسمحيني بس شكر واجب لكل سادة الصحفيين اللي هم تابعوا الحلقة اللي فاتت كانت في تفنية جميل جدا وكل شاب وكل راجل عنده نخوة طب أستأذرك نقرأ الرقم الرقم موجب واحد اللي هو بلاس تلاتة ستة صفر واحد خمسة اتنين تسعة خمسة ستة تسعة واحد رقم طويل شوية ده للسادة المقامين خارج مصر سجلوا الرقم واللي موجودين جوه مصر داخل مصر صفر عشرة تسعة وخمسين تسعة وخمسين أربعمية دول الرقمين جايبينهم من النهاردة عشان دول بيسرقوا رصيد باتصال عكسي وكني قلت مثلا كل تون وياخد منك الرصيد حلو وفيه أرقام بالجنة حضرتك قلت بتموت البطارية آه ده انتشر الكلام ده على مستوى الوطن العربي وعايزين نقول بس الدولتين حاصل من خلالها شير على السوشيال ميديا المغرب واليمن الناس الرواد للسوشيال ميديا قالوا ان فيه كود بيقوّل بطارية ويخلي بطارية مثلا الجهاز يقع مثلا معك يوم أو اثنين أو ثلاثة فالناس ما عندهاش دراية وده سمارت فون أي فيطلب الكود يطلب نجمة شباك صفر اتنين اتنين تمانية شباك ويعمل اتصال الكود ده أصلا لما جينا توصلنا مع خدمة العملاء أو كاسمر سيرفز أي قال ان الكود ده مخصص للمتخصصين والمهندسين داخل التوكيلات المستخدم العادي مالوش ان هو يستخدم الموضوع ده أي فالكود ده لو حد استخدمه دلوقتي معناه ان البطارية مئة في المية توصل لخمسين في المية أه وتموت البطارية تشحني بقى الجهاز تعملي فيه اللي انت عايزها خلاص انت موت البطارية من خلال كود نجمة شباك صفر اتنين اتنين تمانية شباك وده كود تحذيري تمام